قانون تأسيس الشركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا الذي وافق عليه مجلس الأمة الكويتي في المداولة الأولى قبل إسبوعين هو بداية لمعالجة الأزمة الإسكانية في البلاد الزميل نواف الشراكي رصد آراء المختصين حول انعكاسه على حل حالة القضية الإسكانية التي امتدت على مدى عقود من الزمن مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي يتطلع الكويتيون إلى إيجاد حلول سريعة للمشكلة الإسكانية آملين أن يكون قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى قبل إسبوعين ولكن ما هو تأثير القانون على أسعار سوق العقار؟ فكرة المدن الإسكانية فكرة كفكرة ممتازة جدا تقوم الآن حاليا لطريحة مقبل مجلس الأمة وأظن أن أقررت في المداولة الأولى قبل إسبوعين منتظر المداولة الثانية كفكرة جيدة لكن تفاصيل هناك كثير من علامات الاستفام منها كيفية تمويل البنك الاعتمال للكمية الهائلة اللي راح تصير بطريقة 40% التوزيع قسائم و60% بيوت وهل سيكون تمويل عن طريق البنك الاعتمال بالنسبة حق الدفع الأولى 70 ألف وقضية ثانية وهي قضية الرهن العقاري هذا القانون يسمح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركات متخصصة في التنمية العقارية لتشهيد مدن سكنية راح طبعا يؤثر تأثير إيجابي بالعكس وليس سلبي السبب كالآتي إذا هناك الهاجز الأكبر لدى الشباب وين بيتي راح يكون ومت انتظاري راح يكون هناك اطمأنينة أن عارف بدلا ينطر 20 سنة و17 سنة راح يكون هناك المدة تتقلص إلى ثلاث سنوات أربع سنوات فهذا يؤثر على العرض والطلب ورغم تعدد الأراء حول مدى تأثر سوق العقار بقانون تأسيس شركات لإنشاء المدن السكنية إلا أن هذا القانون يتفق عليها الجميع بأنه يمثل حزمة شريعية لحل القضية الإسكانية جذريا نوفي شراكي تزون دورة الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر